أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 450 ألف مدني لا زالوا محاصرين في المدينة القديمة بالموصل بسبب الاشتباكات التي تدور وسط المنازل بين تنظيم داعش الارهابي وقوات الحكومة العراقية دون أن تصل إليهم المساعدات في وقت أكدت قلية الإعلام الحربي أن الجيش العراقي الذي يواصل حملته ضد تنظيم داعش في آخر معقل لهم بالعراق دخلت مراحلها الأخيرة وذلك بعد سبعة أشهر من بدء العملية الخاصة بالصليب الأحمر حيث أكد الصليب الأحمر أن المدنيين يواجهون خيارات قاسية مع نفاذ الغذاء والماء وأن هؤلاء السكان ليسوا عرض للأخطار الفورية للصراع نفسي واستهدافهم أو إصابتهم خلال العمليات بل يواجهون أيضا تابعات عدم توفر الكثير من الضروريات الأساسية للحياة